يعني هزرنا وتحكنا وعيدنا يلا بقى نرجع للمدارس تاني يوم الاثنين الجاية يكون اول ايام عودة طلاب المدارس بكافة صفوفها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك واللي بدأت يوم التلات اللي فاته بكده يكون انتهاء الدراسة رسميا بنهاية الشهر الحالي وهتكون اول ايام الامتحانات لطلاب الصفوف النقل يوم تمانية الشهر اللي جاي الاجازة كانت طويلة شوية بسانت السؤال اللي بنسأله بقى ازاي الامهات والاباء يقدروا يلموا المناهج لأولادهم يساعدوهم على المذاكرة مرة تانية بعد اجازة العيد ازاي كمان الطلاب يستقبلوا الامتحانات ده اللي حنعرفه النهاردة من خلال الفقرة دي مع الاستاذ الدكتور عاصم حجازي واستاذ علم النفس التربوي بجماعة القاهرة اللي منورنا ومشرفنا كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيبين وكل السادة المشاهدين اصعب يوم هو يوم الرجوع كده بعد اجازة بعد اجازة طويلة عشان ارجع بقى ابتدي استعيد نشاطي مرة تانية وابتدي زي ما بقوله كده ادخل في مود المذاكرة والم المناهج مرة تانية الحقيقة طبعا هي الفكرة بس في ان احنا بيبقى دايما واغدين على ان الاجازة اجازة خالص والدراسة دراسة خالص فما بنبقاش منظمين الوقت بتاعنا بشكل كويس تقريب الاجازة منقطع عن الدراسة خالص بالزبط هي اجازة لزي منقطع هعيد ازاي وانا بذاك هي دي بقى المشكلة ان احنا لما بناخد الاجازة بناخدها كلها اجازة ولما بندخل في الدراسة بناخدها كلها دراسة لكن احنا لو منظمين وقتنا كويس بحيث ان الاجازة بيبقى نسبة الترفيه فيها او نسبة الراحة فيها كبيرة لكن مش كلها راحة طبعا هيبقى في جزء برضو رابطني بالمواد اللي انا بدرسها علشان منساش اللي انا درسته في ايام الدراسة بتبقى العكس بقى المجهود بيبقى الاكبر بيبقى للدراسة وبقى للمذاكرة وبقى فيه برضو برضو موجود معايا وقت للترفيه ووقت لممارسة الهويات لكن بيكون بشكل اقل شوية لو احنا نظمنا وقتنا وقمنا بادارة الوقت بشكل جيد هنلاقي ان ما فيش مشكلة بالنسبة لنا في فترة الاجازة بنزود شوية الخروجات بنزود شوية الراحة في ايام الدراسة بنزود شوية المجهود اللي بنبذله في المذاكرة لكن في كل الاوقات معايا مذاكرة وفي كل الاوقات معايا راحة وفي كل الاوقات معايا ممارسة هويات المشكلة الكبيرة برضو اللي بتواجهنا بعد الاجازات واحنا داخلين بقى على الدراسة مشكلة التوتر والقلق احنا داخلين على امتحانات خلاص الرابط والفكرة السائدة او الممارسة بتاعتنا ان احنا كنا مهملين قوي المذاكرة بشكل كبير فحسين ان الوقت خلاص ضاع مننا وان احنا مش هنقدر نعمل حاجة فاصلا مشاعر التوتر والقلق المصاحبة بقى لهذا الامر فحد ذاتها بتوعيق عملية المذاكرة بتخلي عملية المذاكرة مش بدرجة كافية مفيش اتقان الطالب حتى لما بيذاكره هو بتصحبه حالة التوتر والقلق تجميعه بيكون قليل الحاجة اللي ممكن يذاكرها في نص ساعة ممكن يكون فيها ساعتين وبرضو مش هيبقى تحصيله بالشكل الجيد فاول نصيحة المفروض ان احنا بنوجهها للطلاب والاولياء الامور انه هم يحفظوا على اعلى درجات الهدوء والاتزان الانفعالي ما يخلوش التوتر والقلق يسيطر عليهم والنصيحة دي بنوجهها بشكل اكبر لاولياء الامور ما بيقوش هما بيضغطوا على اولادهم لازم تقعد دلوقتي تتخلص الحاجات الوراق يا فندم مصدر التوتر والقلق الرئيسي هما أولياء الامور مش الطلاب وليه الامر لما بيبقى توقعاتهم مبالغ فيها بالنسبة لابنه انا عايزك تبقى كذا وقد يكون كذا ده مش متوافق مع قدرات الابن اعلى من قدراته بكتير جدا ده بيحط الطالب تحت ضغط بيسبب له قدر كبير من التوتر والقلق بيخليه بقى الطالب ده لو كان يقدر يجيب المستوى اتنين لا بينزل للمستوى واحد يعني بينزل درجة ليه لان التوتر والقلق اللي انت كوليه امر سببته للابن قلل من مجهوده قلل من تركيزه نزل من مستوى فدي نصحة مهمة جدا احنا كأولياء امور لازم لما نتعامل مع ابناء نتعامل بواقعية ما تبقاش توقعاتنا مبالغ فيها ما نضغطش عليهم علشان ولا نقارنهم بغيرهم انا عايزك تبقى زي فلان تبقى زي خالك تبقى زي عمك ابن عمك الحاجات ده كلها تمثل ضغوط على الابناء بتخلي مجهودهم يقل ولو احنا كأولياء امور حاسين بتوتر وقلق وحاسين ان الوقت ضاع مننا وان احنا دخلين خلاص على الامتحانات ولسه ما استعدناش كويس نحاول قدر الامكان ان ده ما يظهرش لابناءنا وان احنا نتحكم فيه انفعالاتنا بحيث ان ده لا يبدو علينا ولا حتى مش بس بالكلام ولا حتى فيه شكلنا وانفعالاتنا ما يبدوش علينا هذا التوتر وهذا القد النقطة التانية بقى المهمة لما نتحكم في انفعالاتنا ده حاجة مهمة الحاجة التانية بقى المهمة ان احنا نغير الاستراتيجية اللي بندير بها الوقت بتاعنا إحنا كنا الأول بنقسم الوقت إزاي؟ كنا بنقسم الوقت على أساس مثلا ساعتين للمذاكرة مثلا فرضا ساعتين للمذاكرة وساعتين مثلا لكذا يعني بنقسمه على وحدات زمنية في المرحلة القادمة ما عادش ينفع وحدات زمنية دي ما عادش ينفع أن أنا أقول أن الطالب هيذاكر ساعتين في اليوم لا ده أنا هقسم الأيام على المواد ويبقى مرتبط بكمية من المحتوى يذاكرها الطالب يعني هيذاكر مثلاً عشرين صفحة بعد ما قسم الأيام على المواد العشرين صفحة دول ياخدوا ساعتين ياخدوا خمسة ياخدوا ستة المهم إنه لازم العشرين صفحة دول يخلصوا يبقى غيرنا الاستراتيجية ما عديتش ساعتين لأ بقت عشرين صفحة العشرين صفحة دول لازم يخلصوا مهما حصل وعايز أطمن الأولياء الأمور والطلاب إن المخ بتاعنا قادر على إنه هو يتعلم لفترات طويلة وقادر على إنه هو يتعلم عدد كبير من المعلومات ما فيش مشكلة خالص يعني ليس له ساعة محدودة ممكن إنه هو يتعلم أكتر مدام فيه دافع ومدام فيه تخطيط ومدام فيه تنظيم طيب دكتور خنيه أسألك هل النهاردة بقينا نشوف كتير قوي من الأباء والأمهات بيشاركوا أولادهم الدراسة بيذكروا لهم هل لما الأباء والأمهات يذكروا لأولادهم أو يعودوا يسمعوا لهم الحاجات دي هل ده مفيد لهم ولا مضر؟ فيه أخطاء طبعاً بيرتكبها الأولاد الأمور وهم بيذكروا لأبناء أو إنه يحلله مثلاً أو إنه يحل الوجب أو يجاوب على الأسئلة نيابة عنه أو إنه يعيد شرح المادة للطالب لأن طبعاً يعني بالمناسبة التخصصات يعني المعلم ده وهو بيدرس في كلية التربية فيه مناهج وطرق تدريس مثلاً اللغة العربية فيه مناهج وطرق تدريس الدراسات فيه مناهج وطرق تدريس العلوم يعني المسألة مش سهلة إن أنا كوليه أمر أشرح للطالب فيه فرق بين الفهم والإفهام يعني أنا ممكن كوليه أمر يبقى عند القدرة على إننا أفهم الموضوع ده أنا فهمه لكن إننا أفهمه للطالب دي عايزة مهارة وعايزة يعني قدر من التخصص وقدر من الإتقان فبلاش نحل إحنا الواجب نيابة عن الأبناء بلاش إن إحنا نشرح نعيد الشرح للأبناء بلاش إن إحنا نختار لما نيجي نقعد مع أبنائنا عشان نذكر لهم نختار الوقت المناسب لنا إحنا مش لهم هما يعني الأم بقى بتخلص شغلها في المطبخ وتخلص شغلها في العمل بتاعها وترجع في الوقت المناسب لها هي تجيب الإبن بقى وتقوله تعالى عشان نذاكر أو عشان نقعد نرجع مع بعض بس هو هل صح إن أنا أستمر دايماً في فكرة الواحد بيخاف إنه يعمل ده مع ولاده فيتعوده على كده حتى في السن الصغيرة شوية إن أنا مقدرش أذاكر إلا ما وجود والدي أو والدتي يبقوا قاعدين معايا بيذاكروا لي فكرة الاستمرار في ده بش بيخلق طالب معتمد دائماً على غيره بش قادر على التحصيل الدراسي بنفسه يعني إزاي حقق ده إن أنا أساعد ابني بس من غير ما أخليه معتمد علي في المستقبل كلام حضرتك صح جداً وملاحظة جميلة جداً بالطبع المساعدة ولي الأمر للطالب بتكون في السنوات الأولى وبتكون يعني المساعدة شكلها عامل إزاي شكلها إن أنا بستسير دافعية الطالب بستسير تفكيره بوجه له أسئلة بوجهه مش بتدخل بشكل مباشر في الواجبات اللي بيعملها أو بإن أنا أشرح له اللي درسه إنما أنا بقوله طب المدرس قالك إيه في الفصل على الكلام ده طب قولي كده إشرح حالي حاول تفاهمني اللي أنت أخدته النهاردة في المدرسة يعني كده أنا بستسير الطالب أو بدفعه دافعاً إنه هو يفكر في الموضوع وإنه هو يقولي إيه هو استفاد منه إيه لكن ما بتدخلش طبعاً بشكل مباشر وده بيبقى في السنوات الأولى من عمر الطفل وده مهم جداً علشان برضو لو فيه صعوبات تعلم أو فيه مشاكل تعليمية خاصة بالطالب أقدر أكتشفها عايزة أسأل حضرتك النهاردة لو إحنا بنتكلم على مثلاً مراحل النقل وابني عنده اي دي اتش دي مثلاً إزاي إن أنا قدر أذكر له أو ألمله المالهك في وقت قليل وفي نفس الوقت وعنده يعني فرط حركة عنده إزاي الأمهات تقدر تسيطر على ده يعني دايماً وإحنا بنتكلم طبعاً في حتة ولي الأمر لازم يبقى قاعد مع ابنه في السنوات الأولى عشان مشاكل زي اللي حضرتك قلت عليها دي وأحياناً بتكون المشاكل ده عزة متخصصين يتدخلوا فيها علشان يقللوا من حدتها ويقدروا أن هم يساعدوا الأبناء على أن هم يتخطوا هذه المشكلات ويقدروا يوصلوا تعليمهم بشكل يعني طبيعي وتبدأ بقى طبعاً دور الأسرة يتراجع تدريجياً وينسحبه تدريجياً بحس أن في النهاية الطالب لما بيوصل لمراحل متقدمة في التعليم زي المرحلة السنوية بيكون قادر أنه يعتمد على نفسه بشكل كامل ويقدر يذاكر بشكل كامل لكن احنا الوقت بنتكلم في مشكلة أنه خلاص احنا داخلين على الامتحانات والوقت خلاص يعني خلاص بقى قليل اللي نقدر نعمله دلوقتي احنا كأسرة أن احنا نتحكم في المشتتات لأقصى حد ممكن وان احنا بقى نعيد يعني ترتيب المشتتات يعني إيه هي المشتتات اللي ممكن دلوقتي أنا كأب وأم أحاول أجنب أولادي التعرض لها الموبايل والإنترنت طبعاً بحاجات كل الأطفال دلوقتي معهم موبايلات لازم بقى نتحكم في هذا الأمر ونقدر دلوقتي إن احنا مثلاً ما نمنعهاش برضو خالص يبقى فيه أوقات معينة نعمل مثلاً خمستاشر ديئة الصبح وخمستاشر ديئة آخر النهار عشان نشبع فضول الطفل وما يبقاش أو الطالب أي أن كان في أي مرحلة حتى في السنوية وما يبقاش مجغول بهذا الأمر بل إنها مكافأة يا دكتور لي يعني مكافأة بالضبط عدد معين من التحصيل إن أنت هتقعد على الموبايل بتاعك أو على الآيباد بالضبط يا فاندم كويس جداً بس ما نمنعهاش خالص بقى لو ما نعناها خالص طبعاً يفضل هو مشغول بها طول اليوم وكده تشتت انتباهه وإحنا كنا عايزين نلغي تشتت الانتباه لإحنا كده بنشتته فهيبقى خمستاشر ديئة الصبح وخمستاشر ديئة قبل ما ينام يبقى هو كده عمل خلاص مراجعة كاملة لصفحات التواصل الاجتماعي بتاعته وعرف كل الأخبار اللي عايز يعرفها ويبقى هادي بقى يبدأ يركز فيه المذاكرة بتاعته كمان لازم بقى يبدأ الطالب يحدد الوزن النسبي ولو هو صغير شوية الأولياء الأمور هيساعده في هذا الأمر الأوزان النسبية للمواد اللي هو بيدرسها إيه المادة الأصعب واللي محتاجة أيام أكتر وإيه المادة العادية اللي محتاجة أيام يعني مش مبالغ فيها ويبدأ يقسم الأيام على المواد وفقا لوزنها النسبي يعني فيزيا صعبة جدا في السنوية مثلا لا دي تاخد لها مثلا أربع أيام مثلا هبتدي بالأصعب؟ بصرف النظر بقى حسب كلها هنا بقى بس قدلها قدل المادة الوقت المناسب لها ما تبقاش كل الأيام زي بعضها يعني لو مادة صعبة مثلا ولتكن الفيزيا يعني معظم الطلاب بيشتكوا منها يعني فتبقى مثلا لها أكتر عدد من الأيام مادة تانية بسيطة وسهلة يبقى لها عدد أيام قليل وأكتب الخطة دي لازم أكتبها ما ينفعش يبقى كل حاجة في ذهن كده لازم أكتبها في جدول وحطها قدامي وأقول إن الفيزيا لها أيام كذا وكذا وكذا الإس اليوم والتاريخ بتاعه واليوم اللي أخلصه وأخلص الفصل المقرر علي فيه أعمل عليه صح الكلام ده ليه؟ يعني الليه أنا بكتبه وبحطه قدامي لما بشوفه دايما باستمرار قدامي وبشوف اللي أنا عملته والإنجازات اللي أنا عملتها ده بيزود الدفعية بيحفزني أكتر أنا خلاص قربت من الهدف ده أنا أنجزت فالحاجات دي أصلا بتبعث على التفاؤل وتبعث على السعادة بتخلي الطالب يشعر أنه عمل حاجة بيشعر أنه إيجابي بيشعر أنه بيتقدم فده بيدفعه وبيدله مزيد من الدفعية وبيخليه ينجز الأعمال اللي عليه ومرتح نفسيا وبيقدر يستوعب بشكل أفضل طيب الطلاب بقى وهم في فترة الامتحانات نفسها بعض الطلاب بتتوتر يعني بعض الطلاب ممكن تبقى مزكرة كويس وكل حاجة لكن بتتوتر إزاي يهدوا نفسهم أو يعيشوا في خاني أقول ستيت كده أو حالة من الراحة النفسية عشان بيبقاش فيه النوع ده من التوتر فيوتروا أهاليهم أو العكس ساعات كتيرة بيبقوا الأهليهم اللي متوترين والطلبة وثقين في نفسهم هنقفل الحنفية من عند الأهل الأول بلاش الأهل يقلوله يعني يضغطوا عليه ولا يقلقوا يعني اجتهد عشان تدخل كلية كذا اعمل عشان تبقى زي فلان نبعد عن الموضوع ده خالص عن المقارنات ونبعد عن إن إحنا دايما نذكره بتوقعاتنا إحنا عايزينك تبقى كذا نبعد عن الكلام ده خالص نهائيا لو قفلنا بقى الحنفية من عند الأسرة نرجع بقى للطالب أنت كطالب بقى دلوقتي تتعامل مع الأمر بهدوء التوتر هو عدوك الأول ومش حيفيدك التوتر في حاجة فأنت لما تدخل الامتحان زاكر واستعد كويس قوي الاستعداد ده هيقلل من درجة التوتر برضو لما تحس أن أنت مزاكر ومستوعب المادة ده هيقلل من توترك لحد كبير وروح اللجنة بدري ما تروحش متأخر لازم تروح اللجنة بدري علشان تاخد على جو اللجنة وتهدى قبل ما الامتحان يبدأ وما فيش مانع أنت تعمل بعض تمرين الاسترخاء البسيطة لو أنت حس أنت برضو مش قادر تسيطر على نفسك نفس عميق وتاخده من الأنف ويتخرجه من البق بهدوء كذا مرة كده بحس أن ده حاجات استراتيجات كده بسيطة عشان تهديك الحاجة المهمة بقى طلع من دماغك فكرة أن أنت بتنافس مين أنت مش بتنافس حد أنت بتطور نفسك وبتكتشف قدراتك دايما أنا بقول لأبنائنا طلاب المرحلة السنوية أنت بتعمل تحليل طبي بتكتشف ذاتك علشان تقدر تطور من نفسك زي ما حكي قلت طبعا التوتر هو العدو الأول للطلبة وكمان لأولئك الأمور يعني هي فكرة التوتر دي في النهاية بتخلي الطالب ما عرفش يدخل امتحانهم ركز وما عرفش فعلا يكتاز الامتحانات بشكل جيد شكرا جزيلا نورتنا شرفتنا دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة شكرا على نصيحك الجميل شكرا جزيلا لحضراتك يا فندم شكرا جزيلا